الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله من مساعي دؤوبة تسهم في تعزيز التحاون والتنسيق المشترك بين المملكتين الشقيقتين جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين حيث تم استعراض أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة ويعود أثره إيجابا على البلدين وأبنائهم الأشقاء بمزيد من الخير والنماء مؤكدا معادي حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى على بذل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب معالي وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ما يبديه من حرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين متمنيا النجاح لمملكة البحرين في استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين بما يحقق التطلعات المنشودة مما يحقق الدرس العربية الثالثة والثالثة 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 Thunder